موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام وطبعة جديدة من سكرتير التحرير وجولة في الصحافة المصرية بداية أرحب بضيوفي الكرام في سوديو الكاتبة الصحفية الأستاذ نادية أبو المجد أهلا بك أهلا بك والكاتب الصحفي الأستاذ محمد عزام أهلا بك أهلا بك أهلا بك اهتمت الجرائد بزيارة السيسي إلى الأردن فبدأت جريدة الأهرام في الصفحة الأولى السيسي وعبدالله الثاني يبحثان الأوضاع في سوريا والعراق وفلسطين أما في جريدة روزا ليوسف فكتبت في زيارة قصيرة لعمان السيسي يلتقي عبدالله ويبحثان تشكيل اتلاف لمواجهة الإرهاب الجانبان ناقش الملف الفلسطيني الإسرائيلي عقب تصاعد الأوضاع بالضفة الغربية أما جريدة الجمهورية فكتبت في الصفحة الأولى بعد زيارة استغرقت عدة ساعات توافق مصري أردني حول قضايا المنطقة أما على جريدة العربي الجديد فكتبت مهمة مصرية لملك الأردن في واشنطن أما جريدة الوطن قمة مصرية أردنية في عمان لبحث تهديدات داعش والقضية الفلسطينية أما في جريدة اليوم السابع فهتحدث في موضوع آخر حول التفاصيل لقاء أبو الفتوح بقيادات الإخوان في الأردن لو بدأنا مع أستاذ محمد عزام في ما ورد في هذه الجرائد عامة حول زيارة أسيسي الأردن يعني هي طبعا الجرائد المصرية غلبت عليها في تغطيات هذه الزيارة تغطية البيان الصحفي لي عبارة عن معلومات بتصدرها الرئاسة المصرية بتقوم الجرائد بنقلها كما هي بدون أي توضيحات أو إضافات أو تقديم نوع من أنواع التحليلات التي تبين للقارئ حقيقة الزيارة وهدفها أو مجرد حتى رؤية أخرى للزيارة تقوم بإعطاء بعد آخر لها اكتفت الجرائد المصرية باللغة الخشبية أو بكلمات عامة فطفاضة مثل زيارة مكسفة التكلم حول سوريا والعراق وغير ذلك لكن أبرز تغطية وأفضل تغطية بصراحة التي قدمت وجهة نظر أخرى كانت هي تغطية العرب الجديد اللندنية جاء فيها أن فهذه التغطية أن هدف هذه الزيارة هي قيام العاهل الأردني الملك عبد الله بالتوسط ما بين مصر بسبب العلاقات السيئة أو بسبب توطر العلاقات ما بين مصر وما بين أمريكا محاولة توسط العاهل الأردني ما بين مصر وما بين أمريكا كان هو مفتاح أو سر الزيارة كما تقول الجريدة ونقل التصرحات عن سميح المعيطة وزير الإعلام الأردن السابق أكد فيها معلومات الجريدة بخصوص هذا الأمر أن هدف الزيارة في الأساس هو محاولة بناء علاقة جديدة أو قيام الأردن بالتوسط من أجل علاقة أكثر تسامحا ما بين مصر وأمريكا خاصة في ظل التوتر كما يراه المعيطة التوتر اللي هو الطبيعي من بعد 30 يونيو لأن كان فيه نوع من أنواع الشد والجازب ومواقف كما صفاء عدوانية من جانب أمريكا وبالتالي الأردن هنا بحكم أنه عنده علاقات جيدة كتير مع أمريكا هيستطيع أنه يقوم بحل هذه الإشكالية أيضا يعني لفت انتباهي أن الصحفة المصرية مثلا احتفت بجلوس الملك عبدالله أو قيادته سيارته جنبه المشاري السيسي احتفت بهذه اللقطة لكن في اللقطة المتعلقة بما ذهبت إليه جريدة العربي الجديد ويعني كما تفضلت مش عادي كلام لكن ربما هذا يسير في سياق عكس ما كان يسير في كثير من الجرائد لا تحدث على العلاقة المصرية الأمريكية وأن أمريكا هي الرعية للإنقلاب العسكرية في مصر بل باركة هذا الأمر وسندته بكل قواتها شوف يعني هذه الأمور متشابكة ومركبة وليست بهذا الوضوح البساطة لو يطرحوا البعض اللي بيقولوا الوقت النظر اللي التائب لشوي الأمور فيها أوقات معينة بيكون يعني أفضل من وصف العلاقة ما بين مصر وأمريكا قال عنها أنها علاقة ملبسة في بعض الأوقات الولايات المتحدة الأمريكية بتوحي وصف بهذا النصف ما بين المزدواجين ملبسة يعني مقصود بأنها تكون ملبسة معنى أن الولايات المتحدة الأمريكية توحي لأحد الأطراف داخل مصر في لحظة معينة أنها معه وتوحي للطرف الآخر بعد قليل أنها معه بقصد أنها تلبس عليه أو تقوم ب مدارات موقفها الحقيقي من الطرفين وهي في النهاية بتقوم بتحريك كل الأطراف لصالح مصالحها هي مش لمصلحة الطرف ده ولا الطرف ده الواقع أن الأردن حليل يظل كل طرف يرى أنها مع طرف الآخر وكل طرف بيرجوها أنها تكون معا في نفس اللحظة في نفس الوقت خلنا نقول أن يعني فكرة أن الأردن تكون هي عرب العلاقة ما بين مصر وما بين أمريكا هي فكرة ممكن نفهمها في السياق دور الأردن في المنطقة بخصوص فلسطين دور الأردن في المنطقة بخصوص بعض القضايا التي تحصل في سوريا والعراق وأن الأردن حاليا هي أحد الحلفاء الرئيسيين لمنظومة دول الخليج اللي هي عندها أدوار معاناة تقوم فيها من خلال هذه المنظومة منها التنصيق للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيره وأيضا برضو لازم نشوف أن الأردن بقى لها في فترة في حملة كبيرة على الأخوان المسلمين هناك أو الإسلاميين تم القبض على أحد أبرز قيادات الأخوان المسلمين ميوصف بطيار السقور هناك يعني لأسف اسمه لا يحضرنا حاليا لكن هذا الرجل يعني كان هو الأمين العام لحزب جابة العمل الإسلامي اللي هو حزب الإخوان المسلمين في الأردن وهم أصلا طيار شرعيته مستمدها من لحظة تأسيس المملكة الأردنية من فترة طويلة لكن من بعد 30 يونيو وصف زيارة الملك عبدالله المصر واعتراف الأردن بما حدث في 30 يونيو وغيره بأنه تأييد غير مبرر وأنه بيقوم بدعم مواصفه المتحدث باسم الجلقان في الأردن سعود أبو محفوظ بأنه دعم لما يوصف بالانقلاب كما قال الخبر اللي ورد في اليوم السابع عن تفاصيل اللقاء أبو الفتوح بقيدات الإخوان في الأردن هل قرأت هذا الخبر إلى أي مدى الحديث حول المصادر هذا الخبر وكال عادة نفس المصادر بتاعت كل مرة ما فيش جديد لكن خلينا أقول لك أن أي تحركات من أي سياسي مصري بيتم تأويلها وبيتم إعطاء معنى لها قد يكون السياسي نفسه لا يقصده تبعاً الموقف السياسي للجريدة يعني إذا كانت مثلاً وغلبية الجريدة نحن عارفين أن هي مثلاً مؤيدة للنظام أو بتقوم بالدعاية للنظام من خلال تطويع الأخبار أو تحوير القصة الإخبارية أو توجيهها بما يخدم موجة نظر للنظام لذلك يعني أبقرأ الخبر في هذا السياق نعم لو ذهبنا إلى ما ورد في بعض الجرائد حول ما صرحت بمشيخة الأزهر اليوم السابع كتبت الأزهر يرفض تكفير داعش ويؤكد لا تكفير لمسلم مهما بلغت ذنوبه جريدة الوطن كتبت نقل أيضاً عن الأزهر نرفض تكفير داعش حتى لا نكون مثلهم أو مثله جريدة الوفد الأزهر تكفير داعش مرفوض والذنوب لا تخرج العبد من الإسلام أما جريدة الجمهورية فحوار للمفتي للتايمز البريطانية يقول فيه أن العنف ينحصر والقضاء مستقل وننتصر على الإرهاب أستاذ محمد عزام يعني ربما ما ورد سابقاً أن الأزهر يكفر داعش أو يراها جماعات تكفيرية فهو الآن يقول لم نكفر داعش طب إيه القصة باختصار؟ القصة باختصار إن مفتي نيجيريا أثناء حضوره لمؤتمر دعا للأزهر مؤخراً تحدث في كلمة له بيقول إن الجماعات اللي بتدعي أن تريد أن تقيم الخلافة الإسلامية وغير ذلك هذه الجماعات قمت بأفعال ليست من أفعال المسلمين من قتل ومن انتهاك حرمات وغير ذلك من الأفعال فبعض الموقع الإلكترونية كما قال الأزهر قطعت أو نقلت هذه التصراحات بشكل محرف من حيث أنها قطعت أجزاء منها لتقوم بخدمة أدف يعني حتى الأزهر بيشتكي من فكرة إن بعض لطبعاً الأزهر ما أوضحش الأمر بهذا الشكل المهني لكن هو بيشتكي من أن البعض قطع هذه الكلمة وقام بتوجيه الكلمة في اتجاهها غير اللي يقصده المفتي اللي هو أصلاً مفتي نيجيري أحد خارج الأزهر واللي هو أصلاً الأزهر بشكل عام بيرفض فكرة تكفير أي حد من أهل القبلة أهل القبلة يعني إيه يعني اللي هو مسلم بموحد بيقول الشهادتين ولا ينكر أي أصل من أصول الإسلام الأزهر ده مذهب عنده يعني جزء من عقدته ومنهجه طوال فترة تأسيس وهو الأزهر كده ما عندهش قبول بالتكفير لذلك الموقع الإلكترونية اللي قامت بتقطيع هذه الكلمة وتوجيهها وتحويرها بما يخدم هدفها هو سبب ما عانم الأزهر وده بيأكد الفكرة اللي كنا بنقول لها قبل فترة طويلة إن السكوت عن المخلفات الإعلامية وانتهاك مواثق الشرف الصحف الإعلامي حتى وإن كان البعض بيرافع فترة من فترة لتخدم هدفه السياسي لكن أضرارها ستصيبه وستنتقل إلى عتبة بيته نعم السؤال نادية لو لك تعيق عن موضوع المفتي للتايمز البريطانية هو عامل لقاء مع جريدة التايمز البريطانية ده حسب مواردة في جريدة الجمهورية بالضبط منقلا عن جريدة الجمهورية اللي هو تعهد فيه بأنه دار الإفتاء قادرة وستعمل على استقصال اللي هو سماه السرطان الفكري لداعش وغيرها من الناس زي القعدة اللي هي الجامعات المتشددة المتطرفة لو شايف أنها خرجت عن صحيح الإسلام ويقول أنهم أصدروا كتاب اللغة الإنجليزية عشان يساعد يعني عشان نحن عارفين أنه داعش فيها ناس مش عرب كمان يعني من جنسيات أخرى وأنهم عملوا كمان صفحة على الفيسبوك باللغة الإنجليزية وقال أنه هو جاي يوجه رسالة للحكومة البريطانية أنه مصر هي بلد الأمن والأمان وأنه الجيش متماسك وهو قادر على ضحر الإرهاب وكمان قال أنه القضاء في مصر مستقل وأنه فكرة أنه لما حد بيحكم عليه بالإعدام فكرة أنه حالة أوراقه ليه المفتي بيقول ده الغرض منه هو العدالة تحقيق العدالة الكاملة مع أنه في الآخر قال أنه هو ده رأي يعني في الآخر هما رأيهم شرعي بس مش رأيهم قانوني أنا شايف بس أنه التعليقات حاجات كتيرة يعني حلو الموضوع للسقصال اللي هو لو فعلا لو صحيح بس كنا عايزين نسمع أكتر إزاي حيعملوا ده لأنه معروف يعني فيه فكرة متطرف وإرهابي بقاله أو قلت نوع ليه صفحة على الفيسبوك بس هل يعني الموضوع متليق أعقد من كده في ظل العصر اللي إحنا فيه يعني كنا نحب نعرف أكتر عن الموضوع ده وبعدين فكرة أنه مصر بلد الأمن والأمان والجيش متماسك يعني أعتقد أنه مش ديه التصريحات خصوصا ليه الصحافة الأجنبية اللي هي منتظرها من رجل دين أعتقد أنهما الأهم من هو يكلف اللي هو متخصص فيه مش أنه يدافع عن القضاء مستقل لكن هو ناكي ومصر رجل الدولة يعني هو ناكي مفتي جمهورية مصر العربية فهو يتحدث عن النظام الموجود بس هو مش سفير يعني فأعتقد أنه الأهم من هو يكلم في النواحي الدينية مش السياسية سيد محمد العزامل اللي كتعليقه على الحوار كما ورد في الجمهورية قدر نقرن عن نايت تايمز يعني الجمهورية نقلت مقتطفات وترجمة لجزء من الحوار جزء بسيط يعني وركزت في الجمهورية على رسالة واحدة اللي هي إن العنف ينحصر والقضاء مستقل ننتصر على الإرهاب اللي هو يعني كلام يفترض به يصدر بالأساس من مسؤول مثلا في وزارة معانا وزارة الداخلية مسؤول أمني لكن هو المفتي المفتي الإرهاب يعني ما يحدث في مصر لو وصف على أنه إرهاب له جذور فكرية وله خلفية فكرية دينية ما هو ده اللي يتحدث من المنطلق الديني ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله المفترض بالمفتي يتكلم من منطلق الديني مش منطلق أمني زي فكرة القضاء مستقل يعني فكرة استدعاء لأنه يتحدث عن فكرة أن أحكام الإعدامات يزال الأحكام إلى المفتي ده مش دور المفتي دور المفتي نو يتكلم عن الجذور الفكرية للإرهاب ومدى تطابق هذه الجذور مع مخالفات دينية أو مع أمور يتم تأويلها من الشارع بحيث تخدم هدف الإرهابيين ده اللي أنا أفهمه يعني لكن فكرة أنه يكون الكلام كله عبارة عن العنف والقضاء كل واحد يتكلم في تخصصه ده اللي المفترض يعني يكون كل واحد يتكلم في الجزء اللي هو الناس منتظرها منه الناس منتظرة من علماء الدين في مصر نوما تكلمه فيما يتعلق بالدين مش يتكلمه لكنه هو بيتكلم في بريطانيا يعني هو بيتكلم مش في مصر مش بيكلم مع مصريين بيتكلم في بريطانيا في وقت فيه السفرات فحيات هو مريفتلعو بيها مش دوره حتى لو بيتكلم هو لازم أن يوجه رسالة هو منجة نظره أن فرقة مصر الأمن والأمان ومقضاء المستقل هذه المشكلة هذه المشكلة الحقيقة في مصر يعني أنت حركة في أنه لازم يكون واحد تكلم في تخصوصه ده الأساس يريد في كل حتة الناس تتكلم في تخصوصها بس ده الأساس كان وقتها فعلا هيكون في حالة من حالات أن مثلا حد زي المفتي عنده علم في مجال الشرع علم كبير فيقوم بأنه ينصح ناس أو يقدم للناس اللي يحتاجوا فعلا منه لكن أنه أنت تستدعي أدوار لكل شخص عشان في النهاية تهدف هدف واحد تخدم هدف واحد والأدوار دي بتقوم بالغلواشة وتقوم بأن هي تضيع فكره أو تضيع ما لديه أنه يقدمه للناس من أجل هدف معين هو مش هدفه في الأساس هي دي المشكلة الحقيقة لو انتقلنا إلى محور آخر الحديث حول البرلمان المصري المقبل جريت المصر اليوم كتبت مخاوف عدم الدستورية تطارد قانون تقسيم الدوائر وتهديدات بالمقاطعة أما جريت الوطن فنقف عن العجاتي صياغة قانون الدوائر جيدة وسنرسله للوزراء غدا اليوم السابع السيرة الذاتية والذمة المالية أبرز مستندات الترشح للانتخابات البرلمانية قانون النواب ومباشرة الحقوق السياسية يحددان ثماني مسندات وستة شروط للترشح وخلاف بين الأحزاب حول جدية تطبيقها وأساذ قانون تتماشى مع نصوص الدستور المصري اليوم نقلا عن البدري فرغالي البرلمان القادم أخطر برلمان في مصر وجريت الوطن الصفحة الأولى تقسيم الدوائر غضب تحذير ومقاطعة الهنيدي طلبت الحكومة بتأجيل ترسيم المحافظات لتجنب الطعن والإخوان والإسلاميون لن يحصدوا مقاعد والأحزاب تصرح إمكانية الطعن بعدم الدستورية وصباح يقول لن نقدم قائمة لانتخابات النواب المصري اليوم أفراح وأحزان في المحافظات بعد تقسيم الدوائر اليوم السابع شروط الحكومة تسمح للإخوان بدخول البرلمان خبراء يحذرون ثماني مسندات وسطة شروط لا تتضمن أي بنود خاصة بحظر الجماعة أو بقايا الوطن المنحل ولا تمنع التلاعب في السير الذاتية للمرشحين ما زال فكرة المرشحين الإخوان القوائم التقسيم يعني موضوع مستمر بقاله فترة طويلة في الجراد المصرية والموضوع بيتم ترحه بأكثر من شكل مرة يتم ترحه على اعتبار مصادر مجهلة تصرح لعدد من الصحف بأن الإخوان سيأخذوا الانتخابات وأنهم عندهم صف ثالث غير معروف وسيأخذوا بهذا الصف الثالث حاليا بيتم التصريح بأن عدم موجود نص بحظر مشاركة الإخوانة والحزب الوطن في الانتخابات سيسمح بعودتهم استمرار التخويف والتفزيع من فئة من المصرين هم أصلا أعلنوا مقطعتهم للانتخابات وأنهم مش مشاركين وأنهم غير معنين بالانتخابات استمرار مرة أن يتم الإحاء بأنهم عندهم كوادر سرية مش معروفة يعني له وخفي هيخشوا الانتخابات مرة تانية يتم التصريح بأن القانون أو مشروع القانون اللي يتم إقراره لا يقوم بمنعهم من الترشح كأن فيه يعني زي ما تقول كده إسرار على خوضهم الانتخابات بالعافية لما تيجي تنتقل بقى للصياغات المختلفة لافت انتبايا أن الصياغات المختلفة للقانون صياغات صعبة على القارئ العادي اللي هو المواطن مصري البسيط المفروض أنه يقرأ الجرائد دي ووصل لنتيجة ما الصياغات بتركز على فكرة استدعاء أراء خبراء دستوريين وقانونيين وليس مثلا استدعاء لأشكال صحفية معروفة زي الانفو جراف أو زي مثلا محاولة تقديم جراف بسيط للدوائر بشكلها الجديد ومقارنتها بشكلها القديم عيسى القارئ يعرف هو دخل عليه بس المشروع بس فيه فيه ومجلس وراء سيقرها هو هنا دورهم هنا دور الجرائد هنا طالما المشروع لسه لم يتم إقراره أن هم يشرحوا شرح موسع جدا للقارئ بحيث أن يكون في نقاش مجتمع حوله زي ما كان بيحصل قبل كده قبل 13 يونيو بعد 13 يونيو كل أمور دي اختفت وبقت التعامل مع دي الأخبار بصغط الأمر وكأنه هو ده القانون وهو ده المشروع وهو ده اللي يحصل واستدعاء ليه مجموعة من الرأي النخبوية نخبة القاهرة بس اللي هم مجموعة من السياسين أو الدستوريين أو القانونيين هم اللي بتكلموا في جميع الشأن العام وتهميش بقية أجزاء مصر كلها الموجودة في جميع أنحاء مصر مش تهميش بسيئة عدم استدعاء أرداء ويتكلم عن تقسيم دور الانتخابية فجيب البدر فرغالي كأحد الرموز المعروفة في المجلس الشعب من بعد الثورة وقبل الثورة شوف أولا خبراء سياسيين أو قانونيين اللي تكلموا عن دستورية وعدم دستورية دي أحد أمراض لا ما هي دي أحد أمراض الجرائد المصرية وأحد أمراض الإعلام المصر بشكل عام اللي هو مجموعة مصادر محددة بيتم استدعاءة في كل الأوقات تدلي في أراءها في جميع القضايا مش في جميع أنت حرجوتي في النقطة اللي فاتكم بيكلم في التخصص أنك بيكلم في تخصصه فلما يأتي رأي خبير في الأمور الدستورية القانونية يتكلم عن عدم دستورية هذا القانون هذا تخصصه وهذه المساحة مهمة في ظل تقديم مشروع قانون لا لا خليني أقول لك أوصل لك الفكرة بشكل تاني أحد أهم أدوار الديمقراطية بشكل عام هي توسيع النخبة أن النخبة ما تكونش محصورة على فئة بعينها النخبة حاليا اللي بتكلم في كل قضايا دي بهذا الشكل اللي هو شكل صعب يوصل للقرق البسيط ما بالك يعني أنا صحفي وملمة بالقضايا دي حسيت بتشتت ما بين مختلف الجرار بتش قادر أوصل نتيجة ما ما بالك بقى بالقرق المصر البسيط لو بيدفع جنيه أو اتنين جنيه عشان يشتر الجرنان ده هيوصل به أحد أدوار الديمقراطية نتوسع النخبة دي ونجيب أراء متوسعة ونطلع نخبة جديدة ونضيف ناس النخبة استدعاء كل شوية نفس الشخصيات اللي هي موجودة بس في القاهرة نخبة القاهرة بس وعنا مستدعاء شوى بدر فرغالي برسعيدي مش قايري يا أخي أنا مش أنت ماسك في البدر فرغال لا أنا بكلم في اللي بتقوله الجرائد مش بكلم في أمور عام أنا بكلمك بكلمك أنت ماسك في الشخصية واحدة لا أو مش البدر فرغالي بس اللي متكلم فيه خبراء أغلبية اللي متكلمين هم خبراء دستوريين وقانونيين من القاهرة مش من البدر فرغال البدر فرغال واحد من ضمن اللي بتكلمه أنا بكلمك في الفكرة العامة اللي هي إيه اللي هي إن المصادر بتاعت الجرائد لابد أن يتم تجديدها باستمرار إضافة ناس لها من مختلف صحفي مارسة العائلة صحفي في مصر لو تقول الناس سريعا الموضوع ده لما بيجي بتشتغلوه إزاي عشان يبقى الناس يبقى فاهمة يعني الموضوع خلاص نحن النهاردة فيه مشروع بيقدم تقسيم الدوائر هنشتغل على إزاي أول مرحلة من الناس تشتغلوا إنه أولا بتنشروا النصوص دي أول مرحلة تاني مرحلة أو في نفس المرحلة نفسها بيتم تقديم جراف للناس يوضح رسم بياني يوضح للناس الفرق ما بين القانون ده وبين القانون بتاع 2010 و2011 المفرقة إن القانون ده هو هو قانون 2010 اللي تم إلى أساس الانتخابات 2010 نفس تقسيم الدايال يعني فيه دوائر كتيرة مثلا زي المطرية كانت المطرية عبارة عن المطرية وعين شمس كانت دائرة واحدة تم تقسيمها النزهة ومصر الجديدة كانت دائرة واحدة تم تقسيمها لدايرة النزهة الوحيدة ودايرة مصر الجديدة والهكذا ده يشبه ما حصل في 2010 وافترض بالجرائد أنها تقوم بتوضيح ده للقارئ بشكل بسيط وبشكل فيه نوع من أنواع تقديم المعلومة له بشكل سلس لأنه هو المعني وتوسيع دائرة المصادر ما تفضلش المصادر هي هي اللي بتتكلم في كل الأمور ده إدخال مصادر متخصصة من أماكن أخرى في جمهورية المصادر العربية مش بالقارئة بس وأعتقد كمان شرحي أنه ليه جدل يعني عارف الناس مثلا أحزان وأفراح بس أعتقد هم مش بيشرحوا للناس أوي الناس اللي معترضة معترضة لا هي هو يعني الخبر لو اتأحراتيه هتجدي جوه بيتكلم عن فكرة التأثير وللناس فرحانة وللناس حزين بس أعزي عموما ما فيش توضيح لأنه جدل ده صدائر بقاله بس أعزي الخبر فيما يخص المصر اليوم أفراح وهم متكلمين عن التفاصيل بس أعزي عموما الناس نفسها تعرف مقصود بالأفراح والأعزان داخل الخبر ده تحديدا من بعض الأحزاب بطرف أن القانون ده شيء كويس والبعض الآخر غير موافق عليه لفت للنظر أن الكل أصلا مجمع على حاجة بسيطة جدا أن البرلمان الجديد أو أن القانون ده هيسمح كما قيل يعني بعودة رأس المال وعودة العصبيات وعودة تكتلات العائلات مرة أخرى السيطرة على البرلمان لو انتقلنا إلى جزء آخر مدى موقع مدى مصر نشر رابطة حرية موضوع كتب فيه كان العنوان رابطة حرية الفكر والتعبير مصر تسجن 44 صحفيا في النصف الأول من 2014 يعني هما ده بناء على تقرير أصدروا مؤخرا هما رصدين فيه نص السنة الأولين من 2014 ممكن بس نعرف الجمهور ما هو موقع مدى مصر ده موقع هو موجود في مصر لكنه هو باللغة الإنجليزية بس فيه بعض التقارير بيتم ترجمتها للغة العربية هو حسين بحجة هو المسؤول عنه دلوقتي أعتقد أنه هما بياخدوا دعم خارجي عشان يعملوا موقع إحباري هما مركز حقوقي يعني حقوقي بيقوموا بعمل موقع مدى مصر بينشره في الأحافي هو موقع صحفي هو حسين بحجة تساب الموقع الحقوقي اللي كان هو فيه لكن هو مهتم بالدرجة الأولى يعني حسام شخصيا بالصحفة الاستقصائية وهم بيعملوا مواضيع صحفية جيدة من مصر واللي هو يعني هو موقع مصري لكن بلغة الإنجليزية بالزبط بس فيه حاجات بتبقى مترجمة كمان باللغة العربية نعم والتقارير ده لربطها اسمها حرية الفكر والتعبير يعني منظمة برضو مهتمة طبعا واضح من اسمها بحرية الفكر والتعبير فمن ضمن البحث اللي هي عملته انه في خلال النص الأولاني من السنة اللي هو تم اعتقال 44 صحفي بيقولوا كمان انه تم منع طبع مواضيع حوالي في 43 مطبوعة او 43 موضوع بسبب انه ممكن يكون المحتوى لا في 43 مطبوعة ولا 43 موضوع 43 موضوع ممكن يكون في نفس المطبوعة تتكرر تاني بس 43 موضوع تم منعهم تم منعهم بسوى المحتوى اللي هم ممكن يكون بينتقد الحكومة حاجة مش موافقين عليها بيقول برضو هم عملوا حصر انه تم الاعتداء على الصحفيين سواء اللي بيغطوا مظاهرات او اشتباكات انه حوالي اعتداء 107 اعتداء في نفسي برضو الفترة دي خلينا دايما نفكر انه ده بس النص الأولاني من السنة يعني معناها انه العدد غالبا فيما يخص بس 44 صحفي اللي نحرك هتقولي ارقام تانية كتير فيما يخص 44 صحفي هل في تحليل 44 صحفي ولا حطيني الموضوع كرقم مفقل لا يعني حطوا الرقم في الاول لكن بعد كده هو اتكلموا على انه مش بس الصحفيين المصريين اتكلموا على طبعا قضية الزملاء في الجزيرة الانجليزية اتكلموا على اتنين صحفيين اللي هم من رصد سامحي سامحي مصطفى وعبدالله فخراني يعني اتكلموا على عدد من الصحفيين وال الالمين اللي هم ليهم يعني اللي هو تم التعرض ليهم بالطريقة ديات وبعدين بيقولوا ان التهم اللي عموما بتوجه لهالي الصحفيين حاجات ملاش اي دعوة بيخطأ في ممارسة المهنة انما بتم توجيه ليهم تهم من نوعية عنف متورد في قتل او بيخطط لقتل ارهاب يعني هي دي نوعية التهم اللي هي بتوجه ليهم بيقولوا طبعا انه كل الحاجات دي فيها تجاوز فيه الدستور اللي هو مفروض انه هو اخر مؤخرا وكمان هم بيادعوا النقابة انها تحاول تحمي الصحفيين خصوصا اللي هم مش مسجلين لديها اللي هم بيكونوا مش اعضاء فيها هل اربعة واربعين هم يعني محددين كم عضو في النقابة وكم مش مش ما قالوش بس هم اديت زي التوصيات في اخر موضوع انه النقابة كمان حتى لو صحفيين مش مسجلين لديها برضو مفروض انها تحاول انها تساعد لهم بتعلم بتقول لا يوجد معتقل صحفي ما هي دي بتبقى المشكلة انه بيبقى غالبا انه هو مش مقايد واحنا عارفين انه مش سهل لا حتى المقايدين يعني هم بيقولوا ان كل الصحفين المحبوسين الان حتى المقايدين لنقابة الصحفيين غير محبوسين على ذمة قضايا نشر مش قضايا صحفية عشان كده هم بيكلموا انه دي المشكلة انه هو دول صحفيين وهم بيتم القبض عليهم اول اعتداء عليهم وهم بيمارسوا مهمهم بس المشكلة بقى انه بيتم توجيههم اليوم طاهم فليها بتقوم النقابة ايه لكده وكانها بترفع ايدها عنهم لكن هو في الحقيقة يعني مفروض انها توقف تشوفها يا فعلا الطاهم دي حقيقية ولا لا وفي الاخر بيقولوا انه المشكلة انه الخطاب العام كله بيصعب موضوع حرية الفكر والتعبير وبيخلي اداء صحفين دوله مهمتهم اصعب لو ذهبنا الى اليوم السابع التي نشرت الحكم بالسجن عشر سنوات لوزير اعلام الاخوان في سرقة سيارات البث المحكمة تلزم عبد المقصود وعبد الغفار برد ثلاثة ونصف مليون دولار وغرامة بالمبلغ نفسه يعني سبع مليون دولار جردت الوطن السجن المشدد عشر سنوات لعبد المقصود والخفيف في سرقة سيارات البث اما جردت الوافد خبلا نسب جردت الوافد هذا الموضوع لو بتيت عليكم سواء في استخدام العنوان وزير اعلام الاخوان يعني نفس الفكرة اللي هي من ثلاثة يونيو وهي واضحة وبيتم تكرارها في كل حلقة من حلقات البرنامج هو محاولة الحض على كراهية فئة معينة من الشعب والصاق كل مشاكل مصر بيها واستخدام جميع ما يمكن ان يتم استخدامه من طرق صحفية مثلا يعني قول بوزير اعلام الاخوان وكأنه ما كانش وزير اعلام في حكومة مصرية قامت بعد انتخابات قامت واستخدام الوصف ده في حد ذاته هو وصف بيخرج صلاح عبد المقصود من دائرة الوطنية الى دائرة فئة معينة في مصر رغم انه لما كان في منصبه ما كانش جاي على اعتبار انه هو ممثل الجماعة في هذا المكان يقوم بتعينات هو كان بيوتام بذلك لكن ده لم يتضح في اي تعيين من التعينات كل التعينات بتاعته او كل اللي حصل ايام كان موجود كان كله عبارة عن ناس من التلفزيون ومن الزاعة قاموا بالتنقل ما بين الادارات المختلفة لم يتم مثلا اخوانة المبنى كما كان يقال او استخدام المبنى لصالح جماعة معنا كان وايام صلاح عبد المقصود نفسه التلفزيون المصري بيقوم بمهاجمة جماعة الاخوان المسلمين لان كان في حالة ديمقراطية عامة في البلد كان في نوع من انواع القدرة على ان وسائل العلمة المصرية اللي مملوكة للدولة تقوم بمنقشة اكبر رأس في الدولة اداءه وتقيمه هو ما اختفى ما بعثتنيه للأسف جاريت الوفد نشرت على صفحة الاولى حقوق الانسان يصرح بجمع مستندات جديدة لادانة مبارك اسحاق يقول قريبا محاكمة الرئيس الاسبق في قضايا الفساد السياسي اما جاريت المصري اليوم فنشرت ضابط في احداث مجلس الشورى المتظاهرون شتمونا وفي اليوم السابع شهود الاثبات والنفي في محاكمة احداث مجلس الشورى ما شفوش حاجة ضابط لم ارى الاعتداء على المقدم طحون وعمر صلاح ما شفتش علاء ما شفتش علاء اما في جاريت التحرير جدل في اوساط في اوساط القضاء بسبب قانون الكينات الارهابية عدو يقول الدستورية عدو الدستورية يعتدي على قرينة البراءة ويمثل عقوبة جنائية من غير المختص جاريت المصري اليوم وزير العدالة الانتقالية يتفقد اوضاع سجناء طرى ومدير السجون بيقول ابوابنا مفتوحة لأي تفتيش واخيرا هيومن رايتس ووتش السيسي يستهدف المثليين لمكاسب سياسية هذا ليس خبر ولكنه مقال في هيومن رايتس ووتش نبدأ من هيومن رايتس ووتش هو مقال الحقيقة هو مش بيان يعني لازم نفرق انوانت المقال اه اه مش بيان لكن لكن اللي هو كاتب المقال ده هو يعني الباحث ومدير القسم المسؤول عن القضايا اللي هي تختص المثليين بقى بجميع فهو متخصص في هذا الموضوع هو بيتكلم على الابض على عدد من المصريين هو من الرجال المصريين هو قدرهم بين 25 ل 30 يوم 7 ديسمبر واتهمهم وفاكرة اللي هو بيتهمهم بانه هما بالتهمة اللي هي بتاعة ممارسة الفجور لانه مفيش حاجة في القانون المصري بخصوص المثليين بالتحديد ولا المثليين هو بيكلم عن فجور واشعة فجور ده اللي موجود في القانون المصري ودي كلمة مطاطة وبعدين بيتكلم ازاي انه الصادم في الموضوع بيقول انها محطة موالية للحكومة ده اللي هو الطريقة اللي هو عرف بيها المحطة دي ان هي اشتركت في انها يعني داخلت مع البوليس وصورت بيقول انه يعني تم تصوير الرجال دول شبه عراية وتم التعريض بيهم وتم وما حصلش لسه اي تحقيق معاهم او حاجة فهو شايف انه دي حاجة صادمة جدا وانه دي اهانة متعمدة لناس ممكن يطلع انه هما تم تصويرهم وازاي انه يعني مقدمة البرنامج كان بتتكلم على فكرة انه يعني وكأنه ده جزء من درها الاعلامي اللي هي محاربة السلوك الجنسي المحترف المنحرف وفكرة انه ده بيرجع لفكرة الشرطة الاخلاقية اللي هو كانوا تكلموا عنها وما قالوا زي في حاجة شرطة مسؤولة عن الموضوع الاخلاق في المجتمع هو بيقول ليه يعني دي مش من قبيل الصدفة انه قناة تصور ويتم الابضع عليهم والطريقة التشهير وكل ده بول ده مش من قبيل الصدفة ليه لانه هو بيقول انه كل ده ده من وجهة نظر كاتب هذا المقال انه ده لدعم شرعية السيسي المهترئة والمتعثرة اللي هو بعد انقلاب عسكري هو السيسي لازال في مأزق وانه بيحاول بالطريقة دي انه يبدو انه اكتر اسلامية ومحافظة من الاسلاميين انفسهم لدعم موقفه السياسي ولتحقيق مكاسب سياسية وبيقول من الجدير بالذكر انه مفروض ان السيسي بيقدم نفسه نظام علماني علماني بمعنى ما هواش ديني يعني عكس اللي هو كان مفروض انه بيتهم بيه الاخوان لكن الاسلامين والاخوان المسلمين في الحكم بنفسه لو هناك تعليق اسزنا على العدد من الاخبار بس خلينا اقول لك ان القضية هي الخاصة بما وصف بالمثلين او غيره في فكرة تحدثنا عنها قبلا وهي متكررة برضو ليه فكرة ان السكوت عن الانتهكات الاعلامية الانتهكات لكل موثيق الشرف ولكل ما يعني تعلمناه في جميع كلات الاعلام او في غيره من مبادئ حتى الناس اللي هي تعلمت من السزة المهنة مش خارجي اعلام حتى فكرة احترام حق اللي هما الناس اللي تم القبض عليهم في الخصوصية المزيعة اللي قامت بمرافقة الحملة كانت بتصور بومبايلها كانت بتصور الناس اللي هما يعني مقبوض عليهم ربما يكونوا اصلا برئين ربما يكونوا تم مثلا القبض عليهم ده كان حمام شعبي ما هوش يعني مكان لموارسة الفجور ولا غيره يعني لكن المزيعة كانت بتقوم بتصورهم بموبايلها وتقوم بث الصور دي بشكل يقوم بالإساءة لحقوقهم كأفراد وتشير بهم وسط مجتمعهم والقضاء على أي نوع من أنواع السمعة الأخلاقية لهم بعد كده ده حصل بسبب ان تم السكوت على ممارسات لا أخلاقية كتير من قبل الإعلام في مرحلة ما بعد تاتين يونيو من أجل هدف سياسية الآن هذه الممارسات بترتد على كل المجتمع مش على فئة بعينها زي ما كان بيقصد الإسلاميين لا بتقوم بضرر جميع المجتمع بسبب أمور زي دي سريعا لأن الوقت يداهمنا عدد من الأخبار سريعة نبدأها من جريت الوطن محلب رئيس الوزراء لجريت الوطن مصر في ورطة و 26% من الشعب فقراء جريت الأهرام محلب الدولة لن تتخلى عن ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم السابع سيارة محلب تغرق في زحام طلبات التوظيف أما طبعا كما نرى الصورة الآن أمامنا 23 مليون مواطن يسافدون من برنامج الرعاية الصحية يناير المقبل لكن كما نرى في أقصى الصورة محلب وحوله طلبات التوظيف والناس العايزة تشتغل طيب روزة اليوسف خلال ترأسه العدالة الاجتماعية محلب يطلب تقارير أسبوعية عن العشوائيات ومنضرير العقارات المنهارة محلب يطلب هذه التقارير أما في جريت المصر اليوم مشدات ومشاجرات في ملتقى توظيف لذوي الاحتياجات الخاصة وفي جريت اليوم السابع وزير التموين يصرح انخفاض أسعار الحديد بما يتروح بين 80 و250 جنيه لطن وفي المصر اليوم الداخلية تصرح لم نمنع أحد من السفر لتركيا وليبيا بعد الإجراءات الجديدة وفي جريدة روزة اليوسف حماية المستهلك يرصد 20 منتجا للأطفال تسبب السرطان وفي جريت المصر اليوم رعب في المينيا بعد ظهور الحمى القلاعية والجلد العقدي وفي اليوم السابع الإهمال يحاصر الموت مشارح مصر بلا نظافة ولا تهوية وثلاجاتها معطلة ومشرحة أوسيم والموظفين مغلقتان وكومت دكتائها بين العدل والصحة وتوخ تعمل بمساعدة أهل الخير جريت المصر اليوم الحكومة تبحث ضم 7 ملايين مواطن للتأمين الصحي جريت الدستور استمرار كوارث الصرف الصحي 60% من الأراضي الزراعية في مصر تروى بمياه الصرف المدمرة للمحاصيل المنتجة من هذه المساحات تصيب المواطنين بالسرطان والفشل الكلوي المصري اليوم الغردخة تتجمل للسيسي بإزالة المطباط ودهان الأرصفة روزل يوسف افتتاح السفارة الألمانية بالقاهرة الأسبوع المقبل رغم شائعة الهلع الدبلوماسي جريت الوفد تصاعد أزمة بيع بيسكو مصر وفي اليوم السابع الدولة تستعد الاسترداد 2 مليون فدان بقيمة 197 مليار جنيه لجنة الاسترداد نجحت في استعادة 99 ألف فدان ب6 مليارات جنيه بالطرق الصحراوية والبحيرة والجيزة والأخصر جريت التحرير تأجيل مباراة الأهلي والمصري لأجل النغيري مسمى جريت الوفد المصانع وجها لوجه مع الضريبة العقارية حسب موقف الفنادق والموانئ والمنشآت البترولية خلال أسبوع أما تصريح الكهرباء في جريدة التحرير أسعار كهرباء المنازل ثابتة والارتفاع خاص بالمصانع كثيفة الاستهلاك لو هناك تعليق أستاذ محمد عزام سريعا على هذه نتبعنا أختار اتنين بشكل سريع لكن سريعا الأولان هو تغطية زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للمعاقين والأجواء اللي كانت في المتمر رفت انتباي في تغطية جريدة الأهرام استخدام وصف موسيق للمعاقين قالت الجريدة تكالبوا على إبراهيم محلب من أجل طلبات توظيف يعني في المتن الموضوع طبعا ده وصف موسيق بوقيت الجرائد لم تستخدمه بوقيت الجرائد تحدثت حول زحام وحول غيره لفظ التكالب لفظ التكالب يعني الناس دي فئات ضعيفة فئات مهمشة وفئات ما أخذتش أي حق من حقها من مصر ومن حقها أن هي تكون عندها نوع من أنواع لأول ما تصدق تشوف مسؤول كبير قدامها فئات مهمشة وضعيفة ومش تشوفه في حتة تانية فبتحاول أنها تلاقي حل المشكلة ما ينفعش استخدام لفظة ده معها بيوسيق ليها بيخليها في شكل يعني موسيق لأ قدام مجتمعها وقدام أهلها الحاجة التانية هي لفة انتباعي الموضوع الداخلية لم تمنع أحد من السفر تركيا وليبيا موجود في متن الموضوع أن في زحام شديد في مجمع التحرير ما شفنا الصورة واحدة للزحام ده منشورة في أي جريدة من الجرائد لأن المفروض أن يقوم الصحفي بتعطية أمور زي دي الزحام والمشاكل دي طب وإيه الحل اللي ممكن يقوم للناس اللي عايزة تسافر لدول زي دي ولازم تاخد إذن ضبط الاتصال إيه الحل اللي ممكن تقوم به ما تمش أي تغطية من الموضوع دي تم التعامل مع الموضوع دي على اعتبار أنه كأنه يعني خلاص أمر مسلم به أمر كويس لمصلحة المواطنين طيب لو زادنا إلى المونيتور التي نشرت أن الكونجرس يسمح لإباما بإعادة فتح ملف المساعدات العسكرية لمصر وأيضا افتاحية الواشنطن بوست التي كتبت الجيد والسيء في مشروع قانون انفاق الكونجرس أما جارت المصر اليوم فنشرت أمريكا ترفض محاكمة المتورطين في فضيحة التعذيب وتقرير الكونجرس مصر من أكثر الدول التي عذبت المعتقلين ونظيف استقبلنا من 60 إلى 70 معتقل روزال يوسف القوات المسلحة تكتشف في مخابئ أسلحة تحت الأرض لبيت المقدس جارت الوطن تصفية اتنين وضبط سبعة من بيت المقدس في سيناء المصر اليوم تفكيك عبواتين تزنان ربع طن من المتفجرات بالشيخ زويد اليوم السابع الداخلية تستعد بخطة الكريسمس لحماية الكنائس من أنصار بيت المقدس ومصادر أمنية 1500 تشكيل أمني لتأمين 2600 كنيسة في أعياد الميلاد باكة في خطة المولد وخطة رجب وخطة شعبان المصر اليوم اختفاء مظاهرات الجامعة هدوء بالقاهرة وعين شمس وحلوان اليوم السابع القبض على عشرة عناصر إخوانية وتكفرية في كرداسة المقبوض عليهم متورطون في مذبحة المركز وحرق الكنائس وضبطت بحوزاتهم فيديوهات لربعة العدوية لو بدأنا من المونيتور وكذلك فتحاته وشن دون بوز خلينا نقول أن المونيتور الكاتب التقرير دوت هو مراسلهم في الكونجرس فده بيبقى مهم لأنه بيبقى على اتصال ببناس من الكونجرس وكده فده بيبقى بيخلي التقرير مميز ومعلوماتي أكتر هو متكلم فبيقول أنه غالبا أنه الكونجرس سيسمح لأوباما باستئناف موضوع المساعدات اللي هي كانت معلقة وخصوصا اللي هي على المدى البعيد وهو كله بيعتمد على كاري حيقول كاري حيقول رغم طبعا أنه بيقولوا أنه لو ده فعلا حصل هيكون انتصار للسيسي وحلفاءه وضربة لهم المهتمين بحقوق الإنسان وبيقول جزء كبير من لو ده حصل هيكون بسبب جماعات الضغط وعلى رأسها الإيباك اللي هو اللوبي الإسرائيلي في في أمريكا وبيتكلموا على أنه غالبا هيعملوا تنازلات لمصر واستثناءات رغم موضوع حقوق الإنسان وده برضو اللي بتتكلم عنه الواشنطن بوست رغم طبعا يعني كل انتهاكات الحقوق الإنسان لطول رأس بيتكلموا عنها لا أنه أمريكا شايفة أنه ده أمنها القومي نعم تعليق خيروز وحون عسان في عشرة سنوانية بس يعني لفت انتباي في موضوع أمريكا ترفض محاكمة المتورطين في قضية التعذيب المنشور في جريد المصر اليوم إن الدموقراطية الأمريكية بتكون لمواطنيها فقط في الداخل وإحنا كبقية العالم يعني فلاذا بقية العالم للجحيم طالما لم يموس أمريكا شكرا للكاتب صحفي الأستاذ محمد عزان ولشكر موصول للكاتب صحفي الأستاذ نادية أبو المجد وأشكركم عزائي المشاهدين لطيبة المتابعة إلى أن نلقاكم غدا مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير لكم كل تحية وإلى اللقاء